مرحباً سأعيداً بانوتا كانت تسأل على الشنط التنسي وان نوعاً ما مش عادي تشتغل شنط كرشي عادي والتفاصيل اللي هي التقليدية نوعا ما حابة أوريكو قد ايه هو مش بسيط قوي في النسبة للشنط بالذات مع خامة خيط السلسلة كما انتم شايفين بصعوبة على فكرة عندما بفردها ودي جرزة أخذناها من قبل مش عارفة يزهر معاكم في التصوير ولا لأ ولكن يعني فعليا فعليا مزعجة مع الخيط ده وبالذات ان هي مش بتتفرج بسهولة طيب هي دي ايه؟ هي دي برضو شنطة انا بحب الغرز التونسي ومصرر ان انا اعمل شنطة بتكون كروشي تونسي وخلاص انا عجبني الموضوع على الدرجة دي اول حاجة لازم تعرفيها انك لازم هتبطني الشنطة لازم 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 هتبطني الشنطة مع الغرزة دي بس او النوعية دي من الخيوط بس لأ مع اي حاجة تونسي تكون شنطة لازم تبطنيها اللي شوية بيبقى يعني حنيا عن خيط السلسلة هو الخيط بتاع الخيش بس يعني مش بيبقى برضو بالبساطة رهيبة لان وقت الغرز ما بتبقى كبيرة يعني لو لاحظين حتى الشنطة دي مني نوعا ما مش ضخمة اوي لكن لو انت عايزة تعملي حجم ضخمه والموضوع معك يعني اتس اوكي خلاص بشوية بتلاقي صعوبة وممكن جدا على فكرة تكون مجهزة نفسك ان انت تخساري الابرة دي او نهاية التاني منك يعني مش هتكون بالوضعية اللي انت استخدمتها بيها فاعملي حسابك ان انت خسرانة ابرة مع الشنطة اللي هتشتغليها بس هدي الحاجات اللي انا كنت حابة اقولها لكم النهاردة وانت الكميون كمير مارتاني